بسم الله الرحمن الرحيم طلبة السنوية العامة اهلا وسهلا بكم ان شاء الله بنكمل معكم حل القطعة البلغية وديت القطعة التانية لنا وهي قطعة الامتحان التقريبي لسنة 2017 والقطعة مستقوها سهل برضو زي قطعة امتحان السودان وتائبا نفس النمط في الاسئلة عن المستشار بواحد طبعا من اللي حط الامتحانين وتائبا متابع نفس النمار جاي بتلات اسئلة هنا وتائبا نفس الشكل يعني او نفس الحاجات اللي بيسأل فيها سابتة في الاتنين الى حد انتها ببقى هنشوف القطعة دلوقتي اللي جاننا والقطعة سهلة وبسيطة ان شاء الله والبلاغة يعني الست اضارات بتاعتهم بنسبة بقى جدا جدا مضمونين والاجابة في البلاغة مش لازما تبقى زي نموذك الاجابة يعني بيبقى فيها يعني ايه سماحة كده مع الطالب يعني هو اي اسلوب كتب به يتوافق مع النص او الشيء او القطعة الموجودة ان الدارة تتحطي كاملة يعني بدون ما ينقص حاجة اصلا الناس كلها فكرها وتفسيها وشارحها للقطعة البلاغية مش هيكون واحد ابدا فانبتدل القطعة بتاعتنا على باركة الله القطعة بتقول ان الحياة قصيدة ابياتها اعمارنا والموت فيها القافية اين القصور الشامخات واهلها باد الجميع في هلطة من باطية لو ان حيا خالد بين الواء ما مات هارونا ومات معاوية اكتاحت الايام اقرم اهلها فكأنهم اعجاز نخل خاولة ان الحياة قصيدة الحياة اللي احنا بنعيشها دي قصيدة قصيدة يعني حاجة حلوة ان الحياة قصيدة ابياتها اعمارنا ابيات القصيدة ديت الاعمار بتاعتنا وعمارنا اللي احنا نعيشه والموت فيها القافية القافية اللي هي نهاية كل بيت في القصيدة القافية قلنا ايه نهاية كل بيت كذلك القافية في الحياة هي الموت يعني نهاية الحياة بتكون الموت والموت فيها القافية اين القصور الشامخات؟ فنه القصور العالية واهله؟ وفنه القصور العالية واهلها؟ فين؟ باد الجميع الكل مات الكل انتهى باد الجميع باد عن هلك ومات باد الجميع الكل مات انت لسه شايف حد بقي؟ كله مات هل طيب من بقية؟ شايف حد بقي؟ طبعا لا لو ان حيا خالد لو في واحد انسان حي خالد يعني باطل وخالد دائما بين اللي هما الخلق او الناس لو في انسان حي خالد بين الناس والخلق ما بيموتش يعني ما مات هارون ومات معاويه مكانش ما مات هارون ومات معاويه ارتاحت الايام أقرم أهله دا الايام ارتاحت يعني ابادت وهلكت اقرم そه اقرم الناس اللي هما ايه؟ اللي هما الأمراء ولهما القرم وة الطاقلي ارتاحت الايام و اقرم أهله فكأنهم أعجازُه نخل خوية ارتاحتهم كادر كاي هم نخل ما عليه من الزمن الكثير وبقى خاوة كده ولا لأي قوة رصلاب اكتاحته ده تفسير الأبيات نريد بقى نشوف أول سؤال معنا بقول لك الشاعر للشاعر رؤية عن الحياة قدم الدليله على صدقه الشاعر نفسه هو الأد من الدليل بقول لك للشاعر رؤيته عن الحياة قدم الدليله على صدقه حتى هتطلق الجملة دي كلها كده بين وضح ذلك من خلال الأبيات يعني اشح الأبيات ولا قلت تجربها شاعية ولا واحدة عضوية بقول لك ببساطة كده اشح الأبيات كده أو دلل على رؤية الشاعر وعلى أن ما يقرد دمه دليل على صدقه رؤية دي هتجي تقول الشاعر بتاعك اي بقى احنا قلنا في البداية ان الحياة قصيدة يعني ايه الحياة قصيدة يعني الحياة حلوة قصيدة يعني شيء حلو بقول لك أبياتها أعمارين أبيات القصيدة فيها الأعمار بتاعتنا يعني احنا المفروض نعيش الأعمار دي بكل لحظة فيها وكل سعادة لأن الموت ده حاجة في إضافة بنا وبيبعين لك كمان أن الموت على كل الناس وما فيش إنسان بيفضل خالد دائم حتى الأمراء والملوك بتاع القوم بيبادم يبقى احنا نقول بقى الإجابة ايه يا الشاعر أن الحياة حلوة يجب أن يحياها الإنسان مستمتعا بجمالها قبل أن يفاجئه الموت الذي لا يبقي أحد فكم قضى على ملوك وربابئة من ذلك قضى الموت فكم قضى على ملوك وربابئة ارتاح الموت برضو ارتاح أمما بأصره يعني أباد أمما بأصره فصارت والعدم سواء بعد ما ارتاحها بقت زيها زي العدم ارتاح أمما بأصرها فصارت والعدم سواء فما قضى الله لأحد من خلقه في هذه الحياة الخلودي الدائم ربنا ما كتبش الحد إنه هيفضل خالدا دائما في هذه الحياة ده كده توضيح رؤية الشاعر في الأبيات خلص كده أول سواء نجل التاني سؤال بولاك وضح الخيال وسره لجماله في الحياة وقصيدة فش يقول لكية الحياة وقصيدة بشبه الحياة كأنها قصيدة موجودة عندك المشبه ومن المشبه به يبقى دقاءت تشبيه بليغ حيث شبهت الحياة بالقصيدة سره لجماله بشبهت الحياة حجة مادية بالقصيدة حاجة مادية بطítو مبقضاع شمزة الاتنين يبقى سير جماله второй ولازم أن قلت لك تقول ممكن ما تقولش سير جماله التوضيح لمستجز الاجאלات مكانش موجود فيه سير جماله التوضيح ده قال ليك ايه تشبيه بليغ حيث يشبه الحياة بالقصيدة وهو يوحي بجمال الحياة reign أنا قلت لك في الفيديو اللي فات لازم أن تقول مع سير الجمال أنه بيوحي باي يعني اللفظ دا أو البيان أو الخيال اللي عندك ده لازم أن تقول هو بيوحي بإيه فاحنا بعد ما نقول سير جماله التوضيح ويوحي بجمال الحياة وهو عطا لأن القصيدة دي شيء حلو فأنا بقول لك الحياة قصيدة يبقى التشبيه بليغ حيث شبهها الحياة بالقصيدة وسير جمالها التوضيح وهو يوحي بجماله الحياة وهو عطا نجد الأخي السؤال بأبو لك إيه بما يوحي كل من القصور الشامخات وإرتاحة الحياة نمسك أول حلقة كده القصور الشامخات شموخ يعني علو مكانة وعزة يبقى تعبير يوحي بإيه بعلو المكان والمكان برضه المكانة اللي هي القرضة أو المنزلة والمكان أنا بقول لك تعبير يوحي تعبير يوحي بعلو المكان المكانة اللي هي عيدة على كلمة إيه الشامخات والمكان علو المكان عيدة على كلمة الأص الأصف يبقى حاجة عالية من زي وزي أي بيت يبقى ده تعبير يوحي بعلو المكان اللي هي الشامخات وبعلو المكان أيضا اللي هو القصور يبقى تعبير يوحي بعلو المكانة والمكان معا ويوحي أيضا بالسمو والعظمة عشان كلمة ذي الشامخات ده أول تعبير معنا تعبير التاني بقول لك اكتاحة الأيام اكتاحة الأيام بتكتاح يعني بتبيد وبتهلك يبقى تعبير يوحي عليه يوحي بقصوة الأيام اكتاحة الأيام تعبير يوحي بقصوة الأيام وقصرة مصائب الزمن ده التعبية والإحاء في آخر جملتين هو طلبهم مني اللي هم القصور الشامخات وأكتاحة ودي حل القطع البلغية ما بتاخدش منك في الامتحان عشر دقايق وزي ما قلتلك ما لهاش نمط ثابت يعني في الإجابة كل واحد بأسلوبه طالما بتتكلم في الموضوع وبتتحسب صحة للجميع ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم واستفدتم منه شيء وانتظرونا في باقي الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله وباكت